توافق أوروبي حول إقامة معتقلات للاجئين بالقرب من الحدود روسيا تصادر ممتلكات شركة أونفاو النمساوية للطاقة المحكمة الدستورية تعتبر مصادرة الهواتف مخالفا للدستور الشرطة المزيفة تتسبب بخسائر تفوق خمسة وثلاثين مليون يورو انعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين النمسا والإمارات والنمسا تعين سفيرا مقيما لها في بغداد بعد غياب دام ثلاثين عاما تفاصيل النشرة على النمسا ميديا أهلا بكم وفي خبرنا الأول وصل البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبية إلى اتفاق تاريخي بشأن إصلاحات في نظام الهجرة واللجوء ويستهدف الميثاق إعادة صياغة اللوائح الأوروبية بعد فشل محاولة سابقة في العام عشرين ستة عشر حيث يضم الإصلاح نظام مراقبة مشددة للمهاجرين وإقامة مراكز احتجاز قرب الحدود لتسريع إعادة طالبي اللجوء المرفوضين فيما يحظى الاتفاق بدعم كل من المجلس والبرلمان الأوروبي ولكن ينبغي أن يحصل على الموافقات الرسمية لاعتماده أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرسوم رئاسي جديد عن مصادرة حصص شركة أومفاو النمساوية ووينترشيل الداي الألمانية من مشروعات استخراج الغاز بالقطب الشمالي الروسي ووفقا للمرسوم تحيل جميع الأنشطة المرتبطة بروسيا مثل مشاركة وينترشيل الداي في خط أنبيب نوردستريم وشركات مع جادس بروم للشركات الروسية حتى منتصف عشرين أربعة وعشرين حيث ستنقل حصصهم إلى شركات روسية وكانت أومفاو قد انسحبت من روسيا العام الماضي بسبب النزاع في أوكرانيا أعلنت المحكمة الدستورية النمساوية عن قرار يعتبر مصادرة الهواتف دون موافقة قضائية مخالفا للدستور وينتهك الحرية الشخصية وأعلنت وزيرة العدل زاديتش التزامها بتنفيذه وأشادت بتوازن القرار بين الحقوق والتدابير القانونية من جهة أخرى عبرت وزيرة الدولة إتشتادلر عن استيائها من التأخير في الاستجابة وأكدت المحكمة أن التدابير الحالية تنتهك حقوق الحياة الخاصة وحماية البيانات مطالبة بمراجعة الإجراءات حذر وزير الداخلية النمساوي كارنر من زيادة جرائم الاحتيال التي يقوم بها أشخاص يدعون كونهم شرطة خاصة خلال عطلات عيد الميلاد وسجلت السنتين عشرين اثنين وعشرين وعشرين ثلاثة وعشرين الف خمسمائة اثنين وسبعين محاولة للحصول على المال من خلال الشرطة المزيفة محاققين مئتي وتسعين حالة بخسائر تصل إلى خمسة وعشرين مليون يورو ولذلك أسست الشرطة فرقة خاصة لمكافحة هذه الجرائم واعتقلت تسع وتسعين شخصا وتعاونت دوليا لاعتقال مشتبهين في بولندا سويسرا لوكسنبورغ إضافة إلى النمسا عقدت لجنة اقتصادية مشتركة بين الإمارات والنمسا بحضور وزيري الاقتصاد للبلدين والتي استعرضت التشريعات الاقتصادية والدعوات للتعاون وطالب وزير الاقتصاد النمساوي مارتن كوخر بمشاركة الشركات الإماراتية في مؤتمر استثمر في النمسا الذي سيعقد خلال فبراير عشرين أربعة وعشرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية وبالمقابل وجه الجانب الإماراتي دعوة لمجتمع الأعمال النمساوي للتوسع في الإمارات وتعتبر الإمارات شريكا رئيسيا للنمسا ممثلة ثلاثة وأربعين بالمئة من تجارتها مع دول الخليج وستة عشر بالمئة مع الدول العربية وفي خبرنا الأخير استقبل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أندريا ناسي السفير النمساوي الجديد لبغداد لملاقشة تعزيز العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وأكد السوداني على أهمية التعيين الديبلوماسي بعد غياب دام ثلاثين عاما ومرحبا بالشركات النمساوية في العراق ودعا لدعم الاستقرار في المنطقة ووقف العدوان في غزة وهنأ السفير النمساوي بنجاح انتخابات المحافظات ورغبته في تعزيز التعاون التنموي مع العراق كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم وأشكر لكم حسن المتابعة مزيد من التفاصيل تجدونها عبر تطبيق انفو جراد كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة أمسي أساعدها بأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة